هذا سعر طبق البيض المنزلي ليكون حديثة شارع العراقي حيث تواصل الأسعار تحليق ليفوق سعر الطبق الواحد سعر الدجاجة نفسها متخطيا حاجز سبعة ألاف دينار وصر سعر طبق البيض الواحد بعدما كان سعره نحو ثلاثة ألاف دينار في ارتفاع توازى مع رفع الحكومة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي المهمة هي سعر صرف الدولار وصلى الأعلاف ترتفع وترتفع سعر البيض والدجاج الدجاج اللحم عن جانب الحصول منها لأن الأعلاف الجاتجينة كلها مستوردة بالدولار ويؤكد مربو الدواج أن غياب الدعم الحكومي وخطط حماية المنتج المحلي تركهم عرضة لانتكاسات كبيرة رفعت الأسعار لمستويات جنونية عدم وجود أي دعم لا يوجد دعم مباشر من خلال تسهيل دخول المواد الأولية من رفع القمارق والضرائب عليها إلى عدم وجود أي دعم من قبل الوزارة من الحبوب أو الوقود وما شابه ذلك على الجانب الآخر ورغم تأكيدها وجود خطة لحماية المنتج المحلي ومحاولة خفض التكاليف عن المربين لا تبدو وزارة الزراعة حتى الآن قادرة على ضبط ارتفاع أسعار البيض الجنونية مدى تستطيع أن نتقاوم هذا التائر الجارف من ارتفاع الأسعار كذلك قلة الدعم الحكومي للعملية الإنتاجية سابقا كان هناك البرنامج الوطني للدواجن كانت الدولة تنطي أفراخ وتنطي بيض المفاقس وأفراخ المربين وتنطي لقاحات وأدوية ومركزات علافية كلتها مواد أولية تنطيها من خلال جمعيات الفرات ورافدين وجمعية المفاقس للأسف هذا البرنامج الوطني توقف أمام ضعف وزارة الزراعة يبقى المواطن العراقي المستهدف الأول من ارتفاع أسعار البيض وغلاء المعيشة عموما والذي أصبح واقعا في المجتمع ما تحكم الأحزاب السياسية بالسوق وفشل الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي والتي لا تزال حتى الآن حبرا على ورق